الحكومة تنفي إرسال رسائل العمالة غير المنتظمة لتحديث بياناتهم وتحصيل الرسوم رمزية وزير الخارجية يترأس جلسة إحاطة خاصة للجلسة العامة للمؤتمر المناخ اجتمع رئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدولي والقيم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله المزيد في التقرير التالي اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد معيت وزير المالية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور هيني سويلم وزير الموارد المائية والري والسيد وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء اركيان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بان الاجتماع تنول استعراض نشاط مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقد تم في هذا الإطار عرض خريطة المشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهود القائمة لتعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة المزمع اقامتها في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الاجانب فضلا عن استعراض القطاعات الصناعية المستهدفة في هذا الصدد وكذلك جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الاخضر خاصة مشروعات الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء وذلك بالتعاون مع الشركة الاجنبية للاستفادة من نتائج المسمرة التي اسفرت عنها قمة شرم الشيخ العالمية للمناخ كوب 27 في هذا الإطار وقد وجه السيد الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة الى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية وكذلك توفير امدادات الطاقة الكهربائية في هذا الإطار بالإضافة إلى تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال انتاج الطاقة النظيفة وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات بشأن يرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابطة لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وتحصيد رسوم رمزية منهم تمهيدا لصرف دفعة جديدة من منحة 500 جنيه ومن جانبهم نفت وزارة القوى العاملة تلك الأنباء موضحة أن مروج تلك الرسائل نصية غير تابعين للوزارة على الإطلاق وأن تلك الرسائل تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين والنصب عليهم موضحة أن كافة المنح والمساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة ترأس وزير الخارجية سامح شكري اليوم جلسة إحاطة خاصة للجلسة العامة لمؤتمر المناخ تم خلالها استعراض سير العملية تفاوضية حول مختلف البنود المطروحة على أجندة المؤتمر منذ بداية المفاوضات وحتى اليوم وأعرب شكري خلال الجلسة عن التقدير لكافة الوفود لما تبذل من مساعد الوصول إلى التوافق المنشود حول مختلف بنود أجندة المؤتمر واستعرض الوزير رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر لمسارات مفاوضات المناخ خلال الأيام المقبلة وذلك في ضوء مشاورتها مع مختلف الأطراف والمجموعات زارت ناشطة المناخ الهندية ذات الأحد عشر عاما أهرامات الجيزة وتقدمت بالشكري للحكومة المصرية على حسن الضيافة والاهتمام وتعد ناشطة المناخ الهندية من أصغر نشاطاء المناخ في العالم وتمثل دولة الهند بصفة رسمية في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ